هو الشغل الصح اللي انت بتشتغل فيه انا دلوقتي كا استراتيجية نادي انا بعرف عندي اعمار السنية بتاعة لعيبي الفري الأول والعطاء بتاع لعيبي الفري الأول هيوقف امتى يعني انا مثلا اجي اتكلم مع قطاع الناشئين ان انا كنا طول عمرنا بنعمل كده قطاع الناشئين احنا عايزين سير دباك بعد سنتين يناسب النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي يبقى انتك قطاع تشتغل عليه ما جبتوش وما وفرتوش يبقى انت قطاع تمشي فانت تيجي انك انت تشتغل باستراتيجية وليس بمباراة يعني ما نجيش النهاردة انا يلعب واحد مباراة طبما السنة اللي فاتت لعب مع صورش لعيبة كتير ولا واحد فيهم لعب السنة دي قال لي واحد لا انا بكلمك ده الفكر والعمل لكن ما تجيش تقول لي بالصدفة ان انا لعب لعيب حتى وين اجات حتى لو اجات ما هو الاجادة بتاعته اني عارف انه هو هيجيد لاني انا متابعه بقالي سنتين بمعنى بمعنى مثلا انت عندك باكرايد بتعده من سنتين للباكرايد في الفريق الاول عشان تعده انت لازم بتدخله اختبارات كتير تحت انهم مش بيبقى باين للناس لكن معروف لدي معروف عندي انا معروف ان انا خلاص اتأكدت منه تماما ان ده هيصلح للفريق الاول هتتأكد منه تماما ازاي بعناصر كتير اوي فيه تقييم كبير اوي للعيب التقييم للعيب بيدخل فيه العناصر اللي من من مية انك انت توصل بلعيب ببقى لعيب دولي ولا لعيب محلي ولا لعيب موضع علم خلاص كورة القدم بقت علم